الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه والتباع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة طيفنا في هذا اللقاء بمنشئة الله تعالى في هذا المسيط طيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي أهلا وسهلا بك أحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به وأن يبارك في جميع اللقاءات وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق وأن يسددنا في القول والعمل استمعينا في كل مكان لا زال حديث شهر جزال الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة الفاصلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليو الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فما زلنا مع أسماء الله الحسنى ومع صفاته العلا وربنا جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ولا شك بأن التعمق في فهم معاني أسماء الله الحسنى والنظر إلى القواعد الشرعية والضوابط المرعية في هذا الأمر مما يساعد على التعلق بأسماء الله الحسنى وكذلك دعاء الله جل وعلا بها والابتعاد عن الطرق المنحرفة والسبل التي هي مزالق للأسف في التعامل مع أسماء الله الحسنى ومع صفاته العلا ومن هذه القواعد العظيمة في باب أسماء الله الحسنى أن أسماء الله جل وعلا وأن صفاته سبحانه وتعالى مختصة به لائقة بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى ولذلك حينما تضاف الأسماء إلى الله جل وعلا إنما تدل على اختصاص الرب جل وعلا بها وقد يوجد من الخلق من يسمى بمثل أسماء الله تعالى لكن لا بد أن نعلم الفرق بين اسم الله تعالى المختص بالرب جل وعلا وما للمخلوق من هذه الأسماء من الفرق الكبير والبون الشاسع ولذلك ربنا جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله جل وعلا مثلا سمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم وإضافتها إليهم تدل على اختصاصهم بها وأنها مناسبة لحالهم لائقة بمقامهم من حيث النقص أو الضعف من حيث الكمال أو عدم الكمال وقد جاءت بعض هذه الأسماء موافقة لتلك الأسماء فإذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ولا يلزم من اتفاق تلك الأسماء اتفاق الحقائق والمسميات وهذا لا يمكن أن يظهر ويبين وينكشف إلا بذكر أمثلة وأدلة على ذلك يعني مثلا ربنا جل وعلا من أسمائه الحي من أسمائه الحي قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم وحياة الله لها الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق فالله جل وعلا حياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها موت ولذلك قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذن الآيات ويقول جل وعلا هو الحي لا إله إلا هو وفي المقابل أيضا سمى الله جل وعلا بعض عباده حيا قال جل وعلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فليس الحي مثل الحي فالله جل وعلا اسم الحي مختص به لائق بجلاله وعظمته مجتمل على الكمال المطلق بكل وجه من الوجه قال تعالى يخرج وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأما إضافة أو تسمية المخلوق بالحي فهذا مختص بالمخلوق ولذلك تجد المخلوق حي الآن الإنسان يقال حي لكن هذا المخلوق سبقه عدم سبقه عدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم عاش وأصبح حيا أعطاه الله الحياة منحه الحياة طيب وبعد ذلك أسبقه العدم الدنيوي بحيث أن الإنسان يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولذلك إضافة الحياة إلى المخلوق تعتبر إضافة خاصة به تليق به تليق بضعفه ونقصه وتليق بمقامه بخلاف الحياة اسم الله الحي الذي لله سبحانه وتعالى كذلك ربنا جل وعلا مثلا سمى نفسه بالسميع العليم وسمى بعض عباده عليما قال جل وعلا إنه هو السميع العليم هذا بالنسبة لله عز وجل طيب سمى الله بعض عباده عليما قال جل وعلا وبشروه بغلام عليم لكن هل العليم كالعليم شتان فعلم الله عز وجل علم كامل غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا يعتريه نقص بخلاف علم الإنسان فالأصل أن الإنسان يولد جاهلا يولد جاهلا قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم وقال جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولذلك فرق بين اسم الله العليم الذي لم يسبقه جهل ولا يطرأ عليه نقص ولا يلحقه عدم وفناء وذهب بخلاف المخلوق فإن النقص لاحق به ابتداء وأثناء ونهاية كذلك سمى الله عز وجل بعض عباده سميعا بصيرا وهو السميع البصير سبحانه وتعالى ولذلك قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمة يعيضكم به إن الله كان سميعا بصيرا لكن سمع الله وبصر الله عز وجل أو اسم الله السميع واسم الله البصير هذا من أسماء الله تعالى الحسنى العظيمة وهي من الأسماء اللائقة بجلال الله وبعظمته وبكمال مجده سبحانه وتعالى فلكن مثلا سمى الله بعض خلقه سميعا بصيرا قال جل وعلا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا فالإنسان سمعه وبصره إنما فيه نقص إنما فيه نقص ولذلك الإنسان يولد من عدم وينتهي إلى فناء دنيوي وموت ثم ينتقل إلى الدار الأخروي في أثناء حياته يعتري سمعه وبصره الضعف هو النقص وهذا معروف إما أن يذهب بالكلية وإما أن يذهب بعضه وهكذا والمقصود إخواني وأخواتي حتى لا أطيل الأمثل على هذا كثير جدا أن من أهم القواعد التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها فيما يتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى أن يعلم بأن الله تعالى سمى نفسه بأسماء حسنى وأن هذه الأسماء لا بد أن نعتقد بأن لها الكمال المطلق والجلال والجمال والمجد المطلق لله سبحانه وتعالى فإذا رأيت أن الله تعالى سمى بعض مخلوقاته بأسمائه فلا بد أن تفرق بين أسماء الله وبين أسماء المخلوقين فليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير وليس العليم كالعليم وليس الحي كالحي وليس القدير كالقدير وهكذا بهذا يتضح لك معنى تستطيع من خلال هذا المعنى أن تتعامل مع أسماء الله تعالى بمنهج شرعي وهذا الفهم يزيدك تدبرا وتعقلا وتفاهما وتأملا لهذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات العظمى لله عز وجل أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه إنه الخير مسؤول صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم مفض الشيخ وأحسن الله إليكم أذكروا مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات نعم أخي سعيد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة كل أخي سعيد تفضل حياة كل الله خير عندي سؤال نعم تفضل حياة أحد الشيبان في مسجدنا كان يحافظ على الصلاة في الصفوط الأولى ثم لما جاء مرض الكورونا اعتذر بالصلاة إلى يوم كذا هل يعذر أنه يصلي في البيت؟ نعم يعني تقصد لا زال المرض بهذا الشخص أو أنه انتهى المرض والبقي يصلي في البيت نعم هل يعذر أنه يصلي في البيت؟ نعم يعني تقصد إلى الآن هو مريض لا لا المرض الآن موجود وقتنا الحالي المرض موجود مرض كورونا هو يحفظ سعيد ان شاء الله واضح واضح ان شاء الله حياك الله نعم كلمة أخرى أخ سيف تفضل نعم تفضل أخ سيف بارك فيك شكرا السرور العافية يطول عملك سوال بسيط أنا أنا فيك نسلم قال الله نصلي في مسيزة في جنب واحد والإمام قرأ طول عملك صورة التين لما يقف الخاصة كان يقول الثير يعني الزيتون آآ قال آآ 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 يقول بلاء إن شاء الله يحكم الحاكمية يقول هذا في جنبي بلاء هذا صحيح من إن شاء الله آآ 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 إن شاء الله ساك الله خير يا خسيف الله يحفظك بتسمع إن شاء الله تجابه باعبد الله باعبد الله تفضل وعليكم عليكم السلام رحمة الله حي 꺲الك الله أبا عبد الله تنتم خيرا اينا الشيخ على البرنامج وإياك الله بارك فيك ثان عضراتك إن شاء الله آآ 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 مك экспер آآ ما هو القول الصحيح والحكم الصحيح في حكم زيارة النساء في المقابر Wake of Allah السعيد يقول فشيخ آآ أحد كبار السن كان يصلي في المسجد ويقول مواطب على الصلاة في جماعة في المسجد ثم يقول بعد أن أصيب أو يقول بعد أن أتى هذا المرض اعتذر وبدأ يصلي في البيت فيقول فالشيخ حكم أن يصلي في المنزل مع وجود هذا المرض الحمد لله لا شك بأن الصلاة في المساجد واجبة على الذكور البالغين يقول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآيات وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا صلاة لجال المسجد إلا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وورد عنه بإسناد ضعيف أنه قال لا صلاة لجال المسجد إلا في المسجد وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد صحيح من جهة المعنى يعني لا صلاة كاملة والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية صلاة الجماعة فإذا وجد وباء عام وقام ولاة الأمر بأمر الناس بالصلاة في بيوتهم فيلتزمون ذلك خاصة مع هذه الأوبئة والجوائح التي ينتشر ضررها ويتسع شرها فيصلون وقد مرضنا بتجربة في بداية مرض كورونا فأقفلت المساجد ثم بعد ذلك الفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطلا ثم لولاة الأمر الذين قدروا العودة إلى المساجد بعد انحسار المرض وأخذ اللقاحات وأيضا رفع مستوى الثقافة عند المواطنين والمقيمين فالتعامل مع هذا المرض بالتزام يعني التوجهات الصحية والطبية والإرشادات التي هي من أسباب مكافحة هذا المرض رجعنا إلى المساجد ولله الحمد والمن ولذلك لا عذر لذكر بالغ بعدم رجوعه إلى المسجد لوجود الوباء إلا إذا كان مريضا فإذا كان فعلا ما زال مريضا يعاني أو لديه إشكالات صحية أو صوه الأطبة بعدم الذهاب إلى المسجد نعم أما عافاه الله عز وجل واستغل مسألة قفل المساجد منذ ذلك الوقت ليستمر في الصلاة في البيت فهو على خطر فهو على خطر ولذلك يجب علينا أن يتقل الله عز وجل وأن يستعمل الوسائل الشرعية والأسباب الواضحة والأمور المعلومة ويتوكل على الله سبحانه وتعالى والآن مساجدنا ولله الحمد مليئة بالشباب وبالشيب ومختلف الأعمار ولله الحمد ما سمعنا واحدا منهم قال والله أنا أخاف أو كذا لا أبد يأتون في صلاة الفجر وفي بقية الصلوات ويصلون الحمد لله ويشهدون الجماعة مع المسلمين في بيت الله سيكل خير فضي الشيخ معنا أبو عيدة فضل السلام عليكم فضيلة الشيخ إصحاق عبدالعطي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عيدة فضل الشيخ الجليل دكتور عزيز فرحان الله أحب إليه سعيد والمستمعين فضيلة الشيخ قبل شهر يمكن أحد الإخوة لفاضل ابتصل وقال إنه ساكن في راس الخيمة ويعمل في دبي والمسافة بين دبي وراس الخيمة أكثر من يمكن 70 كيلو على ما أتذكر يعني الآن أنا السؤالي يعني أنا أعتقد إنه في الماضي إذا كان القياس في زمن الصحابة فكان الإنسان مترجل هذه المسافات أو يكون على الدابة والدابة طبعا يعني غير حكم هذه الأيام السيارات والطرق مرسوفة وهذه إضافة إلى أنه لما أنا من دبي أطلع أروح راس الخيمة أمر طبعا راس الشارقة ثم أمر عجمان ثم أمر قوين الحكومة قامت وبنت عشرات المساجد الكبيرة على الطرق الرئيسية لكي هؤلاء الراحلون أو المسافرين أو الناس يصلون في هذه المساجد في أوقاتها يعني ثم قبل كم يوم كنت أسمع إلى محاضرة دينية قال إنه مصافة القصر لا بد أنك أنت تغادر العمران الأخ هذا يعني حتى يوصل راس الخيمة يكون غادر العمران ثم يأتي عمران في راس الخيمة فالمسافة الآن أصبحت لهي الصحرة بين الأخ هذا رايح من دبي إلى راس الخيمة بنهاية عمران وبداية عمران حوالي ثلاثين كيلو فأنا أبا توضيح من هاي من هاي الناحية الشؤال الثاني والأخير حكم إنسان يعني الله لم يرزقه بأولاد بمعنى لا ينجب لكنه يذهب للسحرة والدجالي وغيلة اللي يقصون على الناس وفي نفس الوقت هالا الإنسان ألغى دور عقله دور العلم ودور الطبيب ولم يأخذ أيضا بالأشخاص وجزيتهم خيرا زي كرة خير وعد الله، يحفظك، السمع الش... عليكم والسلام ونحمد الله بعمر تفضل نعم تفضل بعمر نعم ببدر تفضل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله ببدر تفضل حياكم الله شكرا طال عمرك اه السؤال لفضلية الشيخ اه عزيز. جلال الله خير. مبارك فيك. طعمك شخص اصاب مرض كورونا. شارك ام الله. ومسنع عن الصلاة في المساعدة. والشخص هذا يعني مواظب على صلاة الجماعة في المساجد. في يوم الجمعة. انقطع الصوت بابادر لو بتعيد السؤال مرة اخرى. اه اقول لك يعني في شخص طال عمرك اصاب مرض كورونا. وانقطع عن صلاة الجماعة مدل اجر تيام في البيت يصلي. مم. وهذا الشخص مواظب على الصلاة في المساجد. يعني في المسجد. في كل فروض. وصلاة الجماعة ايضا نفس الشيء يبكر على صلاة الجماعة. وهل يحسب لهذا اجر الجماعة وقلال المرضة في البيت. جزاكم الله خير. ان شاء الله. زاك الله خير وبدر. اياك الله تسمع الرد. ابو عمر تفضل. حروز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتك الله. ابو عمر تفضل. الله يسال معك. في عندي سؤال لو سمحت. نعم. المطلقة ثلاث طلقات. اين تذهب? يعني اه هل تبقى في البيت اه مع اولادها? واذا لم يكن هناك اولاد. تبقى مع زوجها السابق. يعني يعيشوا مع بعض ولا تطلع برا البيت. واذا ما كان عنده بيت تاني يسكنه فيه. وين هي بتروح يعني? او هم بروح. بس الله يزيكم الخير. ان شاء الله واضح. ازاك الله خير بعمر. شكرا شكرا. ما شاء الله. جي فرص الشيخ سؤال لخ سيف. اه فرص الشيخ يقول كنت وصل لي في المسجد والامام يقول قرأ اه ليس الله باحكم الحاكمين. فيقول من بجنبي قال بلى. فيقول فرص الشيخ هل ورد هذا في السنة? الحمد لله بالنسبة الورود نعم ورد لكنه لا يصح من جهة الإسناد فقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك فبلا لكن هذا الحديث لا يصح وإنما الذي ورد في قول الله عز وجل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت جاء في الحديث سبحانك فبلا وبعض العلماء يذهب إلى أنه يستحب قول سبحانك فبلا عند الآيات التي فيها مثل هذا الاستفهام التقرير أليس الله بأحكم الحاكمين نعم الآيات أيضا الأخرى التي على هذا السياق أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت لكن الذي يظهر بأنه يقولها عند هذه الآية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت يقول سبحانك اللهم فبلا طيب بالنسبة لمن يقول هذا الكلام إذا كان الإنسان يصلي لوحده في بيته أو في قيام الليل مثلا يأتي بهذا الذكر وكذلك إذا كان إماما لا بأس أن يقول سبحانك فبلا أما إذا كان مأموما فلو قالها في نفسه من دون جهر لا بأس أما إن يجهر بها فيظهر بأن هذا محل يعني محل كلام بوحد عنده للعلم خاصة من يذهب إلى أن المأموم لا يرفع صوته بشيء من مثل هذه الأذكار أو كذا فيقولها في نفس هذا الذي يظهر وهذا طبعا يكون في الفرض وفي النفل فرض الصروات الجهرية وفي النفل مثل صلاة التراوية سأكل أخير فضل شيخ عبد الله يسأل الحكم من زيارة النساء للقبور الحمد لله بالنسبة لزيارة النساء للقبور المسألة خلافية والخلافية الشديد بين العلماء في القديم والحديث فمن أهل العلم أن يذهب إلى المنع مطلقا ومن أهل العلم أن يذهب إلى الجواز مطلقا ومن أهل العلم أن يذهب إلى المنع إلا إذا كان يسيرا بمعنى تذهب مثلا ولا تكثر من الزيارة والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور على فزوره فمن أهل العلم أن ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور في أول الأمر مطلقا ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر على الجميع نسخ للجميع بمعنى أنه جاء الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام بالزيارة وهذا يشمل للرجال والنساء من ذهب إلى المنع منع النساء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء النسخ عنه بالنسبة للرجال دون النساء وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لعنى زوارات القبور لعنى زوارات القبور في لفظ زائرات القبور ومن قال بجواز الزيارة اليسيرة يعني مثلا في السنة مرة مثلا أو مرتين قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنى زوارات القبور وزوارات من صيغ المبالغة يعني كثيرة الزيارة ويرد على هذا أنه ورد زائرات على التخفيف إذا كان الأخ السائل يسأل عن الراجح فالراجح عندي والله تعالى أعلم منع زيارة النساء للمقابر وذلك للحديث المتكاثرة المتضافرة المتحدة في تقرير هذا الأمر وهو أن المرأة لا تزور المقابر لكن إن وجد من يفتي وجد من يختار فالمسالة تبقى اجتهادية السؤال الذي يقال للنساء هل تعتقد المرأة بأن الدعاء لا يقبل منها إلا إذا زارت المقبرة الجواب لا هذا فهم مغلوط فالمرأة لو كانت في أقصى الأرض وميتها في الجهة المقابلة من الأرض ثم دعت الله وقد توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع استجاب الله دعاءها ولو أنها زارت المقبرة أو زارت القبر ودعت الله تعالى مع تخلف شرط أو وجود مانع ما قبل الله دعاء فالمقصود بأن المرأة إذا كانت حريصة على نفع ميتها أنها تدعو الله تعالى في بيتها وهي مسافرة وهي كذا وتجتنب مسألة زيارة المقابر سأكل أخير فرص شيخ بعد يقول له شخص يسكن في رأس الخيمة ويعمل في دبي ويقول فرص شيخ في الطريق هل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة مع يقول أن العمران يكون فرص شيخ قريب مثلا يقول من رأس الخيمة ثم يكون العمران قريب عمران أم القوين ثم عجمان الشارقة العمران قريب في هذه المسافة قارب العمران هل يجوز معه الجمع والقصر ويقول يوجد مساجد في الطريق يعني يستطيع فيها أن يصلي صلاة تامة مع الإمام المسجد الحمد لله بالنسبة لمسألة القصر في السفر يبحث من جوانب منها مسألة المسافة منها مسألة المسافة ومنها مسألة المدة لكن الآن السؤال حول المسافة فبالنسبة لمسألة المسافة هي محل أيضا كلام عند أهل العلم فمن أهل العلم يحدد المسافة لأجل الترخص في السفر والمسافة هي أربعة برد ويحددون الآن بثمانين كيلو ثمانين كيلو متر ومن أهل العلم يذهب إلى أن تحديد المسافة ليس عليه دليل صريح ما عليه دليل صريح وإنما الأدلة كلها تشير على أن من سافر سفرا يطلق عليه لغة وعرفا على أنه سفر فهو الذي يترخص به بمعنى هل الآن يا أخي أبو عيد الله يبارك فيك الشخص إذا ذهب من دبي إلى راس الخيمة يقال له سافر إلى راس الخيمة أظن الجواب نعم أظن الجواب نعم فيقال والله فلان سافر من دبي إلى راس الخيمة سافر من دبي إلى الفجيرة سافر من دبي إلى بوظبي مثلا لكن ما يقال بأنه سافر من دبي إلى الشارق ما يمكن يقال يقولون راح للشارق لماذا؟ لالتصاق البنيان بين الشارق وبين دبي فالذي يظهر بأن ما بين دبي وراس الخيمة سافر وبالنسبة للبنيان هذا ليس بنيان دبي يعني يمر هو بمجموعة إمارات بمجموعة مناطق ولذلك اللي يظهر لي أنا أن يسمى سافر فمدام أنه سافر فنحن ما نحجر على الناس ونقول له أن يترخص برخص السفر مدام أنه في الطريق مدام أنه في الطريق أما إذا كان يتردد يومياً عمله في دبي ويخرج من رأس الخيمة إلى الدبي فإذا وصل العمل أقام يعتبر إقامة ذي ثانية في الطريق يعتبر مسافر فكون والله توجد مساجد توجد كذا لا يلزم لأنه مسافر نحن نقوله الأفضل والأكمل والأحسن إنك تصلي في المساجد تسلي في المحطات لكن إذا قال والله أنا أريد أن أصلي وأجمع وأقصر مثلاً لكوني مسافر لا نستطيع أن نمنعه سأكل خير فرصيخ وأحسن الله إليكم يقول شخص لم يرزق بي أبناء فيقول بدلاً يأخذ بالأسباب الطبيعية ويذهب مثلاً إلى الطبيب وغيره يقول يذهب إلى الدجالين والسحرة فيسأل عن حكم هذا الفعل وحكم هذا الشخص الحمد لله أولاً الرزق عند الله عز وجل والرزق ليس هو المال فقط كما يعتقد بعض الناس ومن الرزق الأولاد ولذلك قال الله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيمة فالله عز وجل هو الذي يهب الأولاد وهو الذي يهب الأموال وهو واهب الخيرات سبحانه وتعالى فمسألة العقم مسألة الولادة كلها من الله عز وجل الأمر الثاني يجوز للمسلم شرعاً أن يسعى في طلب الولد سواء كان ولوداً أو عقيماً فإذا كان ولوداً الحمد لله يسعى في طلب الولد بالطرق المعروفة وإذا كان عقيماً يسأل الله الولد كما سأل زكريا ربه جل وعلا قال ربي هب لي سأل الله عز وجل أن يهب له الولد إبراهيم عليه السلام رزق على كبر الزكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك نعم زكريا سأل الله عز وجل أن يهب له الذرية يهب له ولد يريثه ويعني يكون صالحاً وهكذا طلب الولد بهذه الطريقة وهو الدعاء دعاء الله عز وجل هذا أمر مشروع وكذلك الاستغفار فقد جاء في قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا إذا سألهم شخص عقيم شيء بخصوص الولد يدلونه على الاستغفار ويستشدون بهذه الآية كذلك طلب الولد عن طريق الأشياء الطبيعية مثل استعمال بعض الأطعمة بعض الأدوية أيضاً استعمال بعض الأمور المستحدثة الجديدة مثل أطفال الأنابيب وكذا بالضوابط الشرعية هذا هو ما يكون للمسلم أن يسلكه في السعي في طلب الولد يعني يبذل جانبين جانب شرعي وهو الدعاء والاستغفار والصدق وغير ذلك وجانب طبيعي وهو التداوي التداوي عند الأطباء عند المختصين أما أن يذهب إلى السحرة والدجالين فلا شك أنه سار في طريق إلى النار نعوذ بالله ذلك أن السحرة والدجالين هؤلاء رسل إبليس ومناديب الشيطان والذهاب إليهم إنما ذهاب ببيع الدين والإيمان نسأل الله العافية والسلام ولذلك قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلموا ناس السحرة وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت إلى آخر الآيات وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى ساحرا أو كاهرا أو أرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وجاء في لغض فسأله يعني ولم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوم ولذلك المسلم يجب عليه أن ينعتق عن مثل هذه الخرافات وعن مثل هذه الشعبذات وعن مثل هذا الدجل ولا يذهب إلى هؤلاء الذين يبيعون الوهم ويعني يجعلون الإنسان والعياذ بالله قد يبيع دينه وإيمانه والإنسان على خطر في مثل هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الموبقات ذكر الشرك بالله ثم السحر وبعض الناس وللأسف الشديد يعني قد يكون يعني في جانب المسألة الولادة والعقم عنده مشكلة عضوية فيذهب ويستسلم لهؤلاء الجهال الذين يقولون اذهب إلى فلان واذهب إلى فلان فمنهم من يعلق التميمة ومنهم من يذهب إلى ساحر ويقول له قد أكون أنا مسحور وشيء من هذا القبيل وهو سليم وذلك لا يجوز المسلم أن يضيع دينه وأن يبيع وأن يبيع آخرته بشيء من هذه الأمور عليه أن يتق الله وأن يكون قريب من الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الدعاء وأن يكثر من الصدقة وأن يكثر من الاستغفار وأن يسلك المسالك الطبيعية الطبية اللي الآن ولله الحمد سجلت نجاح كبير خاصة لمن يعانون العقم سأك الله خير فاطس شيخ أبو بدر يسأل يقول شخص أصيب بكورونا وبدأ يسأل يقول في المنزل كان مواضب على الجمع والجماعة فيقول هل له الأجر أجر الجماعة الحمد لله يعني إذا أصيب بكورونا ثم انقطع عن المسجد مع حرصه السابق على الجماعة نعم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فيكون له الأجر والثواب في المدة الزمنية التي يقضيها في بيته على أن ينتهي بمجرد شفائه فإذا الحمد لله شفية وتعافى وأذن له بالمخالطة يبدأ يذهب إلى المسجد حتى ينال الأجر والثواب سكلا خير شخص شيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة أخي عبد الله تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي عبد الله شخص الله يبركي كيف شخص عندي سؤال إذا عندي بطل ماء أخلي عندي المسجد والمسجد يقري قرآن هل هي يعني تستورة الرقية على القرآن يعني على المسجد؟ إن شاء الله إن شاء الله شكرا سكلا خير أخي عبد الله أبو عمر فأسيخ يسأل أن المطلقة بالثلاث أين تذهب؟ هل تبقى مع أولادها في المنزل أو مع طليقها أو ماذا تفعل؟ الحمد لله حقيقة بالنسبة لمن طلقت ثلاثا إذا رجعنا إلى الأدلة الشرعية نجد بأن ليس لها نفقة ولا سكنة إلا إذا كانت حاملا فيكون النفقة للحمل لكن المسألة ليس فيها إجماع وإنما فيها خلاف ويرجع في هذا إلى يعني حكم القاضي فمن نسبة للأصل أنه ليس لها نفقة ولا سكنة يقول الأخ السائل طيب إذا ما كان عندها بيت هل تسكن مع زوجها؟ الجواب لا كيف تسكن مع زوجها وقد أصبح أجنبيا عنها فممكن هو يترك لها البيت ويسكن أو يؤجر لها مثلا في مكان وأما أن يجتمع هو وإياها وقد خرجت من ذمتي فهذا أمر لا يجوز وعموما المرجع في هذا إلى القضاء سأكل أخير فرصيخ أخي أبد الله يقول إذا يقول فتحت المسجل على القرآن ووضعت يقول بجنبه الماء فيقول هل يكون هذا الماء يعني رقية؟ الحمد لله الجواب لا كيف يكون رقية؟ الرقية لا بد فيها من القراءة المباشرة أن يقرأ الإنسان بنفسه على الماء أما أن يضع مسجرا فلا سأكل الخير فرصيخ وأحسن الله إليكم ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول فرصيخ ذهبت إلى المستشفى طلب مني الطبيب يجرى فحص ليقول البول في قارورة لكن يقول هذه القارورة لها لا صق من الخارج يحتوي على معلومات المريض لمعرفتها يقول ذلك الاسم ويقول اسمي يحتوي على حدث مع الله الحسنى فهل عليه حرج في إجراء هذا الفحص؟ الحمد لله بالنسبة لهذه المسألة سبق أنني نبهت عليها ووجهت رسالة إلى الانتباه إلى مثل هذا الأمر فلا يليق أن يوضع على القارورة التحليل أو القنينة التحليل اسم شخص يحمل اسم الله عز وجل من أسماء لك عبد العزيز أو عبد الكريم أو عبد الله مثلا هذا لا يجوز حتى ولو كان باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أخرى وإنما يكتفى بالرقم رقم البطاقة يكفي هذا يكفي هذا فأنت الآن تذكر لهم هذا الشيء وتخبرهم بأنك ستضع رقم البطاقة ولا يضعون اسمك المجتمع على اسم الله أو اسم من أسماء الله تعالى الحسنة سأك الله خير فض الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية للقصيرة عبر الرقم 6688 المشتركي اتصالات يقول الإمام قرأ في الصلاة الذين يبخلون ويأمرون الناس بالقصد فيقول فتحت عليه وصححت له لكن يقول لم يصحح الخطأ فيقول ما حكم الصلاة الحمد لله الصلاة صحيحة لأنه هذا خطأ والله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم قل جل وعلا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ذكر قصة الرجل الذي شردت ناقته وعليها طعامه وشرابه ولما أيس منها ونام تحت ظل شجر ينتظر الموت إذا بها على رأسه فمن شدة الفرح أخطأ أخذ بخطامي وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فما يعني لم يؤاخذ على هذا الخطأ فهذا خطأ والصلاة الصريحة ولله والحمد سنكى الله خير فرشيخ أيضا يسأل يقول عندما سجدت وضعت يدي على مفتاح السيارة بعد ذلك يقول رفعت يدي وضعتها على الأرض ما حكم الصلاة يقول عندما سجد وضعت يدي على مفتاح السيارة يعني رفع يده فرشيخ منها على الأرض ووضع المفتح السيارة بعد ذلك يقول رفعت يدي ووضعتها مرة أخرى على الأرض فيقول ما حكم الصلاة الحمد لله الصلاة صحيح ما دمت أنك قد يعني سجدت على الأعضاء السبع وحتى لو كنت رفعت يدي ثم رجعت ووضعتها على الأرض أهم شيء أنك ما رفعت من السجود إلا وقد وضعت يديك على الأرض زيك الأخير فرصيخ وأحسن الله إليكم أنا خليت فضل ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيك الله خليت فضل الله يحييك جزاك الله خير يا شيخ بس عندي السؤال بسيط أنا أشوف عند الشائر الشائر حاطي مثلا لفظة الجلالة الله أكبر بالطبع طبعا يعني اسم لفظة الجلالة مطبوع زين فتدري أنت يعني يستوي الغبار وإنتي الطيور يعني الله أعزكم يعني خياس الطبيعي يعني عرفت على إذن الجلالة يعني فهذا شيء صح ولا غلط إن شاء الله إن شاء الله زاك الله خير يا خلي الله يحفو تسمعي إن شاء الله فالشيخ سؤال يقول أن بعض الأماكن والطرقات والتقاطعات يقول في بعض الأحيان أجد يقول لفظة الجلالة في بعض اللافتات مثلا الله أكبر أو غيره فيقول فالشيخ هذه اللافتات قد يأتي إليها بعض التربة والغبار أو ساخ الطيور والحيوانات فيقول ما حكم هذا الأمر الحمد لله يعني الأصل أن من وضعها يحافظ عليها فلعل الجهة إن شاء الله يعني تحافظ عليها وهذا من باب التذكير وتنبيه الناس على ذكر الله ويشكرون على ذلك وصلى الله تعالى لهم الأجر والمثوبة لكن عليهم أن ينتبهوا إلى مسألة صيانتها والمحافظة عليها من كل ما يعني يهينها أو يذهب هيبتها في القلوب من الأتربة أو مثلا ذرق الطيور أو شيء من هذا القبيل سأكد الله خير أحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688 لمشتركي اتصالات يقول ما الفرق بين الملائكة المكرمون ويقول بين قوله ولقد كرمنا بني آدم الحمد لله الحمد لله الملائكة يعني جنس من الأجناس التي خلقها الله عز وجل خلقهم من نور وهم عبادهم مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون والملائكة يعني ليسوا كالبشر من جهة التكليف حتى يقول بعض العلماء بأنه يعني ليس لهم العقول يعني عقل التكليف هذا يذكره بعض العلماء وأما البني آدم فالله تعالى كرمهم ولذلك جنس بني آدم مكرم جنس بني آدم مكرم كرمه الله عز وجل خلقه خلق آدم من طين ثم نفق فيه من روحه وهذه الروح مخلوقة مضافة إلى الله إضافة تشريف وكرمه وهذا الإنسان المكرم هو من يسعى إلى بقاء كرامته أو يسعى إلى يعني ذهاب هذه الكرامة بالإيمان فمن آمن فمن أسلم وآمن فيبقى كريما ويدخله الله الجنة ومن كفر بالله وأشرك أذله الله وأخزاه وأذهب عنه هذه الكرامة برك الله فيكم فضل شيخ وأحسن الله إليكم لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان نزيل نفكركم أنتم كذلك مستمعين على حزن يتواصلكم معنا لتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال باس الخليفة من الإخراج على سعيد تقبلوا تحيات محدثكم مسحاق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله البرنامج ترجمة نانسي قنقر